أهلا وسهلا بكم في بدويترايد الكونغرس الأمريكي قدم مشروع أينون جديد للعملات المستقرة اليوم لحن نحكي عن كل شيء يجب أن تعرفوا لهذا الموضوع وكثير عالم عم يسألوني عن اكتتاب عملة سوي كيف لحيتم وكل هالأمور اليوم لحندخل فيه بالعمق وفسر لكم كل الموضوع مثل ما عودتكم أنا يوميا بنقلكم إخرى أخبار لكريبتو ارجوك ونبقى لتشانو وخلينا نبدأ عملت تويت على بدويترايد عن الكونغرس الأمريكي أنه سيقدم مشروع أينون جديد للعملات المستقرة اليوم سأككي عن هذا الموضوع لأن كثير عالم سألوني هالشي إيجابي سلبة شو معقول يصيره وشو قالوا عليهم بالعمل السابتي للبونك المركزي خلينا ندخل أول شي على المقال والاكتراح اللي تم مرة تاني بدأ لكم هذا بعض اكتراح بعد ما تم الموافق عليه بعد بدأوا يروع على الكونغرس يمكن يعدلوا عليه أمور وبعدين بدأوا يصير تصويت على الأمر يعني هناك كثير مراحل قبل ما نوصل عليه ولكن أي شركة تصدر عملات ثابتة بالولايات المتحدة ستضطر تتسجل بحسب هذا الاكتراح إذا لم تسجلت وأطلقت عملات ثابتة بالولايات المتحدة فيها حبس لمدة خمس سنوات وغرامة بقيمة مليون دولار يعني هناك خطر كبير على كثير شركات الآن عملية مثل USDT التي هي تذر المطلق لا تستطيع تعمل في الولايات المتحدة سيمنعها تعمل في الولايات المتحدة إذا لم تتم التسجيل حالة عملية ثابتة بمصدرها يريد أن يكون في الولايات المتحدة مسجل هذا شيء ضروري هذا شيء يعطيهم رقابة كبيرة الآن شوفي غير معلومات غير معلومات نهار 19 شهر سيعملوا جلسة لا يستمعوا للمنائشة هذا الموضوع 19 شهر يعني بعد ثلاثة أيام يعني شركات كريبتو مثل تاذر و سيركول سيكون عندهم سيكون عليهم تأثير الآن بتقول الكثير عام يسألوني هل هذا شيء ينهي تاذر بتنتهي يؤذيته؟ لا أكيد لا لا تخافوا من هذا الموضوع تاذر شركة عالمية ولكن إذا ما طبقت هيدا القانون لحيمنعون يشتغلوا بالولايات المتحدة يعني لحيجبرون يسجلوا لا يقدروا يشتغلوا بالولايات المتحدة هيدا هيدا أمر ضروري سيركول هي بالولايات المتحدة هي بتتبع كل شيء هي اللي بتصدر USDC أنا برأيي لحيعملوا شو ما بدون سيركول هيدا من ناحية الخبع أول شغل ثاني شغلة لحيعتوا الوكالة الفيدرالية للمصارف هي السوبرفجن على مصدرين العملة إذا كانوا مصارف وإذا كانت منا مصارف شركة منا مصرفية اللي عم تصدر العملة الاحتياط الفيدرالي هو بدو يكون الرقابة اللي هو فيها غير هيك شو في أمور مهمة فيها فيها تكون العملة السابقة مدعومة مجبورة تكون مدعومة من الدولار الأمريكي مجبورة تكون مدعومة من سندات خزينة وأمور غيرها شرط أن تكون بوقت محدد ما يكون سندات خزينة مديها فوق تسعين نهار وغير أمور يعني حطوا قوانين معيني لهذا الموضوع شخصيا أنا برأي هذا الشيء إيجابي ضروري تكون العملة السابقة لحتى أنا أمن عليها تكون مدعومة بشكل كامل من الدولار الأمريكي ستصبح ما بيهمني حتى سندات الخزينة بيهمني الدولار الأمريكي لأن أنت عم تشتريها على أساس أنه دولار أمريكي بدك إيها تكون دولار أمريكي ولكن الشيء اللي بدحكني بالموضوع أنه حتى البنوك المصارف بأمريكا لديهم دعم للأمور التي لديها حملين دولار لدولار هي 10% من أموال المدعين 90% يستسمرون ولكن أنا مع هذا الأمر لأنه أريد أن يكون هناك وضوح أكثر سيركل سيئو قال هذا الشيء جيد تعتبر ما ردت على الموضوع ولكن بنهاية الورقة ما قاله بالاقتراح قاله أنه الاحتياط الفيدرالي يعمل دراسة ليطلق هو عن دولار رقمي الآن دولار رقمي كثير عالم يقولون الدولار رقمي أو العمل السابطي للبنك المركزي لا تدخل على العملات الرقمية تكونوا كثير غلطانين إذا فاكرين أنه الـ CBDC لا تدخل أول شيء الـ CBDC كل المنصات بأمريكا ستركض عليها ركض لتدخلها لماذا؟ لحتى تبسط الدولة الأمريكية منها أو الحكومة الأمريكية وما يتم مهاجمتهم على هذا الأساس وكثير عالم ستبدأ تستخدمها بالشراء بالشراء لأنه أول شيء يقول أأمن شيء هو الدولار الرقمي الأمريكي المدعومة من البنك المركزي هذا الشيء يعطيهم للعالم استخدام ولكن هذا الشيء سلب لأنه يعطي الدولة سيطرة كبيرة وفيهم بوقت من الأوقات يمنعوكم تعملوا كثير أمور لذلك هذا الشيء جيد لنقلنا ولكن هناك سلبية كبيرة يجب أن ننتبه منه وكل هذا الذي يحدث برأيي أنا كثير على تسألوني هذا شيء سلبي أو إجابة كله يحدث تحضيرا لل المركزي العمل السابت للبنك المركزي بعض الأشخاص قالوا لي بعض بعيد كثير سنتين ثلاثة لا لا تفكروا هذه القادة بعيدة الفد الآن الذي هو أول خطوة للعمل السابت للبنك المركز سيتم إطلاقه بشهر ستة يعني بعد شهرين سيتم إطلاق فد الآن فد الآن هو أول خطوة إذا لم هو الـ CBDC ولكن غيروا اسمه لحتى العالم لا تخاف منه هذا شيء ثاني إذا نتحدث إيجابيات إيجابيات العالم التي تصدر عملات سيكون عندها وضوح مثل Paxos وCircle وغير شركات سيكون عندها وضوح من الوقت التي بدأت هذه الدولة الأمريكية يصبح فيهم يتابعون الشيء الثاني الإيجابي أن المجبورين للعملات السابتة تكون مدعومة أنا بهمني تكون مدعومة وتكون مدعومة من الدولار هذه الإيجابة السلبة سيمنع حيال لا يصدر في أمريكا أو لا يخذ على سلطتهم من أن يفوت على السوق وهذا شيء كبير ولكن السؤال بشكل عام هل هذا تمهيد للعمل السابتة للبونك المركزي أنا برأي إله علاقة فيه والذي سيوصلنا له الأمر الثاني الذي نتحدث عنه اليوم هو عن اكتتاب أو طرح عملة سوية للبيع التي خلال نظام بيع اسمه Initial Exchange Offering هذا سيتم الأسبوع القادم يأتي على تعمل ثريد على تويتر مهم الحقوة هنا يأتي ثريد حلو وكثير مهم أتحدث عن الموضوع بتفصيل أول كيف سيتم الإكتتاب الإكتتاب هناك ثلاث منصات سيتم إدراج العمل عليهم ليس من من كان يستطيع يشتري قبل تريد تقول لك أوكي سيتم اشتري ليس من مما كان هناك أمور معين يجب أن تكونوا عاملين لتشتروا سيتم طرح 594 مليون عمل يعني تقريبا 6% من الموضوع الكامل للعملة على ثلاث منصات يعني أوكي اكس باي بيت وكو كو كو كل واحدة إلى عدد معين هلأ ما يجب تعرف عن هالكتتاب هناك ويصير سحب ويصير لكم مثل تيكتز ويصير سحب إذا إذا طلع اسمه يقدر يشتري الحد الأقصى للشراء هو 10,000 السعر الذي سيبيعوكم هو بإيمة 10 سنس أوكي اكس و العفو الشركة الثانية وكو كو كو سيكون تقريبا نفس النظام ستشتروا لديكم تشتروا ماكسيما 10,000 عملة 10,000 سعر 10 سنس ولكن يجب أن يكون معكم عدد رصيد معين بالحسابات أوكي اكس أو كو 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 لحتى تشتروا هكذا هن نظمين يعني كل شخص عنده عملات بأوكي اكس مجبور تكون حامل كمية أوكي اكس كلما تحمل كمية أكتر كلما بيطلع لك تذاكر أكتر يعني في نسبتك لتحصل على تربح أنت وتخلوك تشتري بتصير أكبر لأنه عندهم عدد معين يعني يجرب ويدعم عملتهم بطريقة ما الطريقة الثانية التي تشتري فيها هي إذا استخدمت النظام البيئي لسوي يعني اختبارت الشبكة والتطبيقات وكل هالأمور سيكون عدد المتاح بـ 25 مليون عملية تقريبا على كل منصة وبيبت سيكون أكتر شوي والسعر سيكون 0.3 يعني 3 سنس يعني 70% أرخص من البقية لماذا سيطلع لهم هذه الخصومات لأن هن آمنوا بالشبكة واستخدموها لذلك يعطوهم الخصومات الآن كيف تعرفوا إذا أنتم مؤهلين لهذا الخصم المؤهلين للخصم في ويب سايت اسمه verifiedsupporters.sui.io تفوتوا فيه كم أمر تعملوا وبتعرفوا هذا المنصتين هكذا لتأكدوا إذا أنتم مؤهلين للخصم أو لا هذه الطريقتين لتدخلوا فيها على العمل كوكوين مثل ما قلت لكم عند ترحين 525 نفس الشيء مثل OKX 525 مليون عملة 10 ولكن كوكوين والحد الأكثر للشراء هو 10 ألف ولكن لم يكن فيك تشتري نفس الشيء مثل OKX يريد أن لديك رصيد كبير رصيد من أي عمل USDT USDC KCS التي عملت كوكوين ETH وBTC كل ما يكون رصيد أكبر يطلع لكم تذاكر لتحصلوا أكثر إذا تظكر إذا طلع لكم تذاكر كثير الإحتمال أكبر أن تربح وتقدروا تشتروا هذه العملة بقيمة 10 سلس هكذا يعملون هذا النظام ليس مين من كان يشتري السل الثانية 25 مليون عملة يشتري بخصومات ولكن هذا شخص الذي استخدم الشبكة وكان يدعم ه يطلع له هذا الخصم ليس مين من كان يطلع له بايبت فقط إذا استخدمتم الشبكة تشتري علي لا يوجد طريقة تانية على بايبت هذه طريقة إدراج سوي هيك عملينا وهيك نظام طرحة مش مين من كان في يشتري في أمور معين فيك تشتري فيكن حتى تحطوا عملاتكم بأوكي أكس وكو كو 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 ومع هذا كل ويطلع لكم تذاكر وتحطوا تذاكر وما تربحوا فيكم ما تربحوا ويطلعوا لحدا غير كم الشراع ولكن أنا أريد أفضل لكم كيف ما تم إدراجه هيدا كل شيء أنا عندي إلى اليوم إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم عملوا لايك عملوا سبسكرا للشانل وأنا أراكم عريبة فيديو جديد ومعاركة أبديت جديد thank you